حذر الوسيط الدولي كوفي أنان اليوم من أن الصراع في سوريا قد يشعل الشرق الأوسط ويفجر أزمة دولية إذا لم تتفق القوى العالمية على حل سريع للأزمة رغم تأجيله مرتين لإجراء مزيد من المشاورات التمهيدية افتتح في جنيف اجتماع مجموعة العمل حول سوريا وسط انقسام واضح حول آليات الحل فيما حذر الموفد الدولي والعربي كوفي أنان من أن فاشل الاجتماع سيدفع الأمور إلى نقطة لا عودة في سوريا فضلا عن فوضة مدمرة في الشرق الأوسط آن الأوان لجميع الأطراف أن يتحملوا مسؤوليتهم حيال السلام والأمن الدوليين والتصرف بإيجابية من أجل السلام في سوريا وأؤكد أن انفجار الوضع في سوريا سينعكس سلبا على الأوضاع الدولية وسيشكل أزمة كبرى في العالم وخصوصا داخل الشرق الأوسط واستباقا للمفاوضات علنا مسؤول أمريكي كبير أن المباحثات التي تجريها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف تبقى صعبة عصية على الحل في إشارة إلى فشل مفاوضات جنيف وقبل افتتاح الاجتماع شكك وزير الخارجية البريطاني وليام هيك في إمكانية الوصول إلى اتفاق على مرحلة انتقالية في سوريا بسبب معارضة الصين وروسيا لا جدوى من توقيع اتفاق بلا غيمة أو اتفاق لا يؤدي إلى تقدم في الوضع في سوريا ثم تفرصة لأن يكون المجتمع الدولي أقوى بكثير وأن يتصرف بصورة أكثر إيجابية لكن لن يمكننا أن نفعل ذلك إلا بموافقة روسيا والصين وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر أن كوفي أنان قدم مقترحات معقولة آملا في أن تحصل على الدعم والتأييد الكاملين الموقف الروسي يعتبر أن مصير رئيس الأسد يجب أن يتقرر في إطار حوار بين السوريين ومن قبل الشعب السوري نفسه الموقف الروسي حمله وزير خارجية سيرجي لافروف الذي قال أن فرص حل الأزمة في سوريا ما زالت كبيرة مكاررا رفض بلاده أي تسوية تتضمن رحيل الرئيس الأسد وتضم مجموعة العمل حول سوريا التي شكلها كوفي أنان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وبلدان من الجامعة العربية مثل العراق والكويت وقطر والأمينين العامين الجامعة العربية والأمم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي